أعزائي المتابعين بطلب منكم طلب قبل ما نبدأ في قصتنا لليوم بكل واحد فيكم ياخذ معايا كده ايه نفس جاهزين يلا كلنا كلنا من جد واحد اثنين ثلاثة مرة ثانية مرة ثانية طبعا خليتكم تاخذوا نفس معايا عشان قصتنا اليوم مليانة اكشن قصة دسمة جدا اصلا اليوم ما هيكون عندنا قصة اليوم رح يكون عندنا درس عسكري لفل الأكشن مليون لفل الحنكة العسكرية مليار المتعف مقطعنا اليوم خير اليار مقطعنا اليوم مولاي احد فقط للمحنكين المحنكين اللي يحب الحروب جهزوا ورقة وقلم والله مقطعنا اليوم دروس جاهزين يا اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمر عبد الرحمن المعركة اللي رح نتكلم عنها اليوم من اهم المعارك في الاسلام بل حتى في التاريخ فاللي مو ما يشترك في القناة ويشترك في القناة عشان يصير من المطانيخ واللي ما يحط لايك على المقطع ترى رح اقطعه وخليه سيخ وانسيخ الله عليك يا عوغر قصتنا اليوم عن غزوة الخندق اللي كمان تسمى غزوة الاحزاب نزلت صورة كاملة في القرآن عن المعركة اللي عندنا اليوم في حصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اليهود في قبائل من اليهود عايشة في المدينة المنورة وكانوا عايشين طبيعي في المدينة بينهم بين المسلمين تعاملات وتجارات بس كان لازم هذول اليهود يدفعوا الجزية لأن المسلمين هم المسؤولين عن المدينة المنورة وهم المسؤولين عن حمايتها فالمسلمين بمعنى اخر يحموهم فلازم هم يدفعوا الجزية للمسلمين يعني نقدر نعتبر الجزية زي نظام الاقامة في بعض الدول فاذا انت كنت مسافر دولة وتبغى تقيم فيها وانت مو من هذه الدولة تدفع زي الرسوم للدولة نفسها اي واهي هذه الجزية بس الجزية في الاسلام كانت ابسط بكثير يعني مثلا ما كان فيه جزية على النساء ما كان فيه جزية على الشياب كبار السن ولا على الاطفال فاليهود كان مطالب منهم يدفعوا هذه الجزية وكانوا فيه اكثر من قبيلة يهودية عايشة في المدينة زي يهود بنو قريضة فيوم من الايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود في بيت واحد من يهود بنو النضير كان عنده موضوع معاهم وذاك اليوم ومين كان معاه كان معاه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزي ما انتم عارفين اليهود كانوا يكرهوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحقدوا عليه فبينما هو جالس في بيته هم بدأوا كده ايش يتكلموا بينهم بين بعض والله ومحمد موجود هنا بيننا وهذه فرصة ذهبية انه ان احنا ايش نقصر عصور انه ان احنا نقتله يكرهوا كانوا يكرهوا بس طبعا ما يقدروا يقربوا وجه لوجه ليش لانه معابو مقر الصديق ومربض الخطار رضي الله عنهم طبعا فقعدوا يفكروا كيف ممكن يسووا هذه العملية لين ما واحد منهم جاب فكرة قال بس احنا نرمي عليهم الحجارة فعلا حاولوا يغتالوه فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جالس في غرفة مكشوفة مفتوحة السكف ما فيها سكف من فوق فقالوا نحنا نطلع فوق الغرفة هذه ومعان حجارة نرمي ونكب الحجارة هذه على النبي وندفنه ويموت الله فكرة عظيمة فكرة عظيمة لين واحد منهم رض قال يا اخوان صلوا عن النبي ألوه صلوا عن النبي ايش شما يهود يا اخوان ما يصير قال له ما يصير يا اخوان هذا نبي ينزل عليه وحي ترى لو جيته بتقتلوه حينزل عليه الوحي ويقول له يخرب بيتهم اليهود كانوا عارفين انه نبي وعارفين انه ينزل عليه وحي مع ذلك عباطة ما يبغوا يآمنه طب ليش ليش المهم نكمل فبينما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان جالس نزل عليه الوحي فعلا وبلغوا انه اليهود مبيتين النية عليه يبغوا يقتلوه فقام من مجلسه وخرج من البيت وقرر وقتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يطرد يهود بني النظير يطردهم من المدينة كانوا بيقتلوه صارت وقتها احداث كثيرة غزوة بني النظير والحصارة اللي صار عليهم الين ما في النهاية طردوهم من المدينة ومين كان الزعيم تبع بني النظير اللي ما عجبوا الكلام واحد اسمه حيي بن اخطر فقبل ما يطلعوا يهود بني النظير من المدينة قرروا يهدموا كل بيوتهم ويخدموا معهم كل اغراضهم علشان قللك المسلمين ما يستفيدوا من البيوت هذي ما انتو مطرودين مطرودين طلعين من المدينة خرب بيتكم تسيبوا البيوت وقللك لا ما يستفيدوا منهم هالمسلمين حدموا كل بيوتهم واخدوا كل اغراضهم ومشيوا انطردوا برا المدينة وبعضهم صار عايش في مناطق برا المدينة تلمين من اتشعتروا يهود بني النظير هذول كل واحد راح في حده لكن زعيمهم حيي بن اخطب قرر يروح فين قرر يروح قريش مكة المكرمة كان في باله خطة خبيثة فقطع طريق طويلEO لمكة المكرمة ودخل على هاذ راح دخل على البشركين في القريش قلهم ه plyح انتMO قاعدين هنا ومبسوطين ومريحين ومحمد في المدينة قاعدين نشور دينو وصار عندو اتباع كثير شاكلكم نسيت واش سوى فيكم محمد في غزوة بدر بدأ يحرضهم بدأ يعبد دماغهم شاكلكم نسيتوا يقول لهم فبدأ يحرضهم والمشركين بدأوا فعلا انفعلوا ويتحمسوا كذا ولا يمكن ما حنسيبوا اللهم ميوة ما تسيبوا وأنا معاكم وراح سنتكم وأنا راح أجمع جيش وأنتم جمعوا جيش وبالفعل حيائي بن أخطب اليهودي قدر يجمع جيش من مختلف القبائل يوصل لفوق العشرة آلاف مقاتل عشرة آلاف واحد يا ظالمين يا متجبرين ما غزوة بدر كانوا فيها ألف وغزوة أحد وصلوا ثلاثة آلاف غزوة الأحزاب دي وصلت عشرة آلاف يا أخوان غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق ترى الأحزاب لأنه أحزاب مختلفة قبائل مختلفة شاركت في المعركة هذه يخرب بيتك يا حيوي بن أخطب قدر يجمع قبائل مختلفة ضد الإسلام وضد النبي وجمعهم وقرر يطلع للمدينة المنورة بدأ الأكشن يا أخوان عشرة آلاف واحد هذا دك الأرض رايحين لفين رايحين للمدينة المنورة يبغوا يمسعوها يبغوا إبادة ومين كان قائد المشركين؟ أبو سفيان أبو سفيان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كيف؟ يبا جماعة الخير أبو سفيان كان قائد المشركين في غزوة الخندق وكان قائد المشركين في غزوة قبلها اللي متابع قصصنا يعرف اش هي الغزوة اكتبو لنا في التعليقات يلا خلونا نشوف مين يفتكر فيكم ومين متابع الحلقات لكنه أبو سفيان رضي الله عنها أسلم بعدين في يوم فتح مكة لكنه يوم غزوة الخندق كان لسه مشرك فطلع مع جيشه باتجاه المدينة المنورة ووصل الخبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه عشر آلاف يا حبيبي جايين في الطريق والنبي محمد كعادة وبدأ يشاور أصحابه هذول عشر آلاف هذول مو مزح ايش نسوي نطلع بره المدينة المرة هذي نحاربهم بره ولا نحاربهم جوه مهم لو حاربوهم بره فهم عشر آلاف وفيهم 200-300 فرس احتمال كبير يغلب المسلمين ولو حاربوهم جوهة المدينة فبرضو ذول عشر آلاف هيدخلوا المدينة ايش هيسوفوا المدينة هيخربوا الدنيا فبينما هو قاعد يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم بدأ ويصحابه ايه يعطولوا أفكار الين جاء صاحبنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بطل قصة طلال اليوم وبطل قصة أمس يا أخوان اللي ما شاف قصة سلمان الفارسي الآن يوقف المقطع ما يكمل يروح يشوف قصة سلمان الفارسي بعدين يرجع لنا قصة مليانة أكشن وقصة مليانة مواقف غريبة باختصار سلمان الفارسي هذا رضي الله عنه كان عايش في إيران ولد في إيران وأبو كان ملك وكان مجوسي كان يعبد النار بعدين راح صار مسيحي وسافر دول يبحث عن الحق وبعدين أخذوه صار عبد بعدما كان ولد ملك ولد رئيس مين هنا من هنا مين هنا فجأة لقى نفسه قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة مرة حلوة يا أخوان لازم تشوفوها وكانت هذه أول غزوة شارك فيها سلمان الفارسي رضي الله عنه فاقترح مقترح عجيب جدا أعطاهم فكرة من الآخر فكرة إيرانية قوية ما هو كان من إيران أعطاله واحدة من أفكار إيران اللي كانوا يطبقوها في إيران استراتيجية حرب ما كانت معروفة عند العرب اللي هي استراتيجية الخندق إيش يعني خندق يا عمر؟ استراتيجية الخندق هي أنك أنت تحفر حفرة ضخمة تكون فاصلة بينك وبين العدو فالعدو ما يقدر يتجاوز هذه الحفرة خطة شوية مجنونة وكثير صعبة أبدا ما هي سهلة فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عجبته الفكرة والصحابة قالوا تم حلونا نبدأ نطبق الفكرة هذه وبدأت عملية الحفر وكان لازم يبدأوا بسرعة ما هم المشركين قاعدين يتجهزوا جايينهم في الطريق وبدأوا المسلمين في حفر هذا الخندق من الجهة الشمالية للمدينة المنورة لأنها كانت الجهة الوحيدة المفتوحة اللي كانوا ممكن يدخلوا منها الأعداء تعرفوا المدينة فيها جبال كثير وصعب الأعداء يدخلوا لها من أي مكان ما في إلا الجهة الشمالية يدخلوا منها الأعداء وبدأوا يحفروا في هذا الخندق العملاق يقال أن طوله كان خمسة الاف وخمسمائة متر أكثر من خمسة كيلو وعرضه كان أربعة أمتار ونص يعني تقريبا مو تقريبا أكبر من الغرفة هذه عرضه كان لو إنك سوبرمان ما هتقدر تعديه بدأوا المسلمين يحفروا في هذا الخندق والموضوع أبدا ما كان سهل استمروا ساعات في الحفر حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يساعدهم في الحفر كان يشيل التراب ساعات وساعات بل حتى أيام استمر الحفر التوقف ممنوع المشركين جايين في الطريق واليهود الخسيسين اللي في المدينة ما كانوا يساعدوا المسلمين في الحفر بل بالعقس كانوا يحطموهم وين تبهوا تحفروا هذا الخندق وين حتقلق المشركين حيوصلوا قبل ما تخلصوا يخرب بيتكم ساعدوا أو أسكتوا ما يأكلوا فيها فوقت الحفر حصلت أكثر من معجزة واحدة من أقوى المعجزات اللي صارت معجزة جابر بن عبد الله الصحابي لما استأذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نص الحفر وقال له استأذنك بغير روح البيت شوية كان عنده فكرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لك من شدة ما النبي كان جيعان ومن شدة ما الصحابة كانوا جيعانين كانوا يربطوا الحجارة على بطنهم عشان ما يحسوا بالجوع تعرفوا لما تصحوا من النوم وما تأكلوا وتمر كم ساعة وتبدأ بطنكم تأكلكم وتبدأ عضلاتكم وعظامكم كذا ايه تحسوها ضعيفة وتعبانة وتبدأ وتدوخوا الصحابة كانوا يربطوا حجر على بطنهم من شدة الجوع عشان يخففوا الجوع عن نفسهم وعشان ما يفكروا بالأكل فجابر بن عبد الله راح انزوجته وقال له أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيعان خلينا نطبخ له حاجة فدور جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وزوجته عن الأكل اللي موجود في البيت فلقوا عنده صاع من الشعير اللي هو الخبز ولقوا عندهم شاة صغيرة الشاة اللي هي أنثى الخروف خروف صغير بدأت زوجته تطبخ الشعير وراح هو ذبح الشاة هذه اللي هي الخروف وحطها على النار فلما جهز الأكل خرج من بيته واتجه مرة ثانية للخندق عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا على جمع وقال له يا رسول الله نحنا أنا وزوجتي طبخنا لك شوية أكل وحبين أنك تشرفنا عندنا في البيت تأكل شوية وحتى لما قالوا أنه نحنا عندنا أكل ما قالوا نحنا عندنا أكل أكل أو طعام قالوا عندنا طعيم أو طعيم يعني شوية أكل أكل يا دوبك فسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قد إيش عندكم أكل فقالوا الأكل هذا يا دوبك يكفيك ويكفي واحد اثنين معك بالكثير يا رسول الله فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه الأكل قليل قاد يفكر بعدين قال لجامر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه خلي الأكل يطبخ لا تبدؤه في الغرف أنا الآن جاي أبغى أطبخ وفجأة نادى النبي بحمد صلى الله عليه وسلم كل الصحابة يا أخوان تفضلوا معايا على العشاء في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا إله إلا الله جابر بن عبد الله عيونه طلعت من مكانها ما في أكل يا دوبك الأكل يكفي شخص شخصين فكيف في كل المهاجرين ولا نصار راح جيري راح جابر بن عبد الله رضي الله عنه جيري البيت ودق على زوجته قالها الحقيني أمة لا إله إلا الله جاية في الطريق وزوجته خافت من الفضيحة وفيلم طويل ورعب إليين ما وصل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة عن بيت جابر بن عبد الله فدخل النبي على بيت جابر بن عبد الله وبدأ يخبز الخبز وهنا حصلت معجزة ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذه الطبخة وبارك في الخبز اللي خبز النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يغرف بيده الشريفة لأكل للصحابة يجي بشوية تعيش مع شوية لحمة ويعطيها للصحابة والصحابة اللي بعده والصحابة اللي بعده واللي بعده فكانت معجزة إنه الأكل قدر يكفي كل الصحابة الأكل اللي ما يكفي إلا شخص شخصين تلاتة بالكثير كف كل الصحابة بل أكثر من كده زاد سبحان الله سبحان الله زاد الأكل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي جابر بن عبد الله للأكل الزايد قالوا الأكل الزايد ذالي زاد وزعوا على جيرانكم كمان الله أكبر فأكلوا الصحابة اللي ما شبعوا رجعوا يحفروا مرة ثانية طاقوا نشاط حفر الخندق استغرق أيام بل إنه كمان يقال إنه استغرق أسابيع مدة الحفر تقريبا أخذت حدود الخمسة عشر يوم تزيد أو تنقص خمسة ألاب وخمسمية متر الموضوع عبدا ما كان سهل وبعد ما انتهوا من حفر الخندق هنا وصلوا عشر آلاف مقاتل من المشركين بقيادة أبي سفيان وحيي بن أخطب جايين يبغي يبيدوا المدينة المنورة فلما وصلوا هذول المشركين لقوا حفرة عملاقة يا أخوان يبوا يحاولوا يمروا فيها من هنا من هنا يبوا يدخلوا المدينة مقادرين إيش هذا الحفرة إيش سووا هم هنا يا جماعة إيش اللي صار يحاولوا من هنا من هنا ما في فايدة نجحت الخطة تبع الخندق تكنيك عسكري في غاية الروعة تحسبوا المشركين سكتوا هنا؟ لا طبعا هم ضربوا مشوار من آخر الدنيا حاولوا 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 جات فكرة عند المشركين خصوصا عند اليهود في غاية الدهاء ذا حين نحن عارفين أن المدينة المنورة طرده منها يهود بني النظير فيهود بني النظير بقيادة حيي بن أخطب في الجهة الثانية من الخندق يدخلوا المدينة اللي بيحتلوها وكان في مجموعة ثانية من اليهود داخل المدينة المنورة جوة الخندق فقرروا اليهود اللي داخل المدينة يتعاونوا مع المشركين اللي بر الخندق وهذه مصيبة كبيرة هذه ضربة من الداخل كانوا متوقعين العدو يجي من بر العدو مو بس جاء من بر العدو كان كمان موجود جوة وهنا نروح لتكنيك حرب ثاني في قصتنا اليوم من أدها التكنيكات والتكنيك هذا جاء باقتراح من نعيم بن مسعود رضي الله عنه وهذا واحد من الصحابة اللي لسه تو أسلم لا اليهود ولا المشركين يعرفوا أنه أسلم فراح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوا الخطة اللي عنده وكانت الخطة كالتالي الآن لا المشركين اللي بره يعرفوا أني أسلمت ولا اليهود اللي جوه يعرفوا أنه أنا أسلمت لسه محد يعرف فأنا رح أروح أدخل بينهم هما الاثنين وأوقع بينهم اتفقنا؟ اتفقنا انطلق يا نعيم فراح نعيم بن مسعود عند يهود بنو قريضة اليهود القلة اللي موجودين جوة المدينة يالهم إش رايكم فيها يا يهود بنو قريضة أنا مو تمام معاكم قالوا أنت تمام معانا أنت فل للفل إيش عندك؟ يلا نشوف وأنا بقول لكم حاجة ترى مشركين قريش ناويين عليكم النية قعدين يضحكوا عليكم يقولوا نحنا بنجي بنمسح المدينة المنورة ونسوي حارب ومدلئة ورح نحميكم ترى ما رح يحموكم ولا شي بمجرد ما تنتهي الحرب سواء فازوهم أو الفاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيأخذوا بعضهم ويرجعوا مكة ويسيبوكم ووقتها المسلمين رح يفتروا فيكم فيهود بنوا قريضة واليهود الباقيين قالوا يجتمعوا كذا اي والله يمكن يضحكوا علينا دول نحنا ليش وقفنا معاهم وتعاوننا معاهم اي وأسمعوا مني سيبوكم منهم وأنا عندوا لكم فكرة مرة حلوة تضمنوا أنهم رح يحموكم حتى بعد الحرب روحوا قولوا لهم أعطونا عشرة من الأبناء اللي عندكم يعني أعطونا عشرة أولاد من أولادكم يا مشركين قريش نأسرهم عندنا أو نأخذهم عندنا عشان لا سمح الله نحنا تعاوننا معاكم فكرة النهار سحبتوا علينا نحنا عندنا العشرة دول منكم ماسكينهم نلوي ذراعكم بيهم ايش رأيكم بالفكرة هذه اليهود عجبتهم الفكرة قولوا بس هي دلبي يا أخينتين وعين بن مسعود الله عليك انت عشرة على عشرة قدر يضحك عليهم بالفكرة هذه الحرب خدعة لازم خصوصا مع ناس غدارة زي اليهود داخل المدينة خلص من اليهود اللي جوة المدينة راح عند المشركين اللي بره الخندق قال لهم كيف حالكم يا أخوان ايش رأيكم فييا قالولو انت جاسوسنا انت حبيبنا انت ما آمنت مع الرسول انت مننا وفينا لسه ما يعلم انه هو آمن ايش عندك قلنا ساعدنا خندق قدامنا ودين أمنا طالي ما عنا عرفين شو يزوي راح قال لهم خلينا قلكم على حاجة شفتوا يهود بنوا قريضة اللي جوة المدينة اللي قالوا انهم راح يتعاونوا معاكم ترى هم كذبين راح يغدروا فيكم قالوا لهم كيف حيغدروا فينا ايش دليل قلنا قالوا لهم ما تبوا تصدقوني انتوا حرين بس انا بلغكم ترى انه حيجوا يطلبوا منكم عشرة أبناء حيقولوا لكم معطوني عشرة أولاد من أولادكم ولا اي سببين كان ورح يأخذوا الأولاد منكم ويسلموهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى هم متعاونين مع النبي حقيقي كلام ده ضيب نحنا نوريهم هذول اليهود اللي جوه المدينة قدر يوقع فيهم وبالفعل يهود بنوا قريضة داخل المدينة المنورة راحوا عند المشركين اللي عند الخندق وبدوا يتكلموا ويقولوا لهم اسمعوا ترى نحنا نأخذ منكم عشرة أولاد بس عشان نتطمن انكم ما رح تقدروا فينا فالمشركين اللي عند الخندق قالوا اوه والله صح كلام نعيم ايه واتي وتأخذوا مننا عشرة عيال اه عشان ضمانة ما نقدر فيكم غير ان شاء الله توقع الله توقع الله توقع الله فقدر يوقع بينهم محركة كلها خطط أسكرية ما كان فيها قتال قتال القتال فيها كان قليل يعني من أبرز مواقف القتال فيها والمبارزة كان موقف عليه بن أبي طالب اوه الموقف اسمعوا اسمعوا في واحد من المشركين اللي كانوا برا الخندق كان راكب على فرسه وقاعد يحوم حاولا الخندق يروح ويجي يروح ويجي كان اسمه عمر بن عبد ويد اسمه كان عمر هذا المشرك وكان قاعد رايح جاي بالحصان تابعه قدام المسلمين هو قاعد يلوف عليهم بالحصان راح نادى المسلمين وكأنه يستفزهم قال لهم مين يبارز فيكم مين ينزلي يعني فقام علي بن أبي طالب وكان وقتها مقنع قال أنا لها يا نبي يعني استأذن من النبي انه يروح يبارز وقال له أقعد أقعد هذا عمر وعمر كان معروف من أقوى العرب قديما واحد قوي طول في عرض ضخم قوي جدا كلهم يخافوا منه فجلس علي بن أبي طالب واستجاب لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وراح مرة ثانية عمر المشرك فوق الحصان نادى ما فيكم رجال انتم ما فيكم أحد يبارزني وعلي بن أبي طالب خلاص مقهور يبغي يبارزه أين جنتكم التي تزعمون أنكم تقاتلون من أجلها ما فيكم رجال يبغى الجنة يستفزهم علي بن أبي طالب ما قدر يمسك نفسه وراح استأذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أنا لها يقول له أجلس وذاك لسه يستفز ويحاول يبغى أحد يطلع له ماهم جايين من آخر الدنيا يحاربوا ما معقولة حيرجعوا مكة ويدهم فاضية أفلا يبرزوا لي رجل ما فيكم رجال فقام علي بن أبي طالب أنا لها يا رسول الله خلينا روح يا رسول الله أبغى بارزه فقال له صلى الله عليه وسلم إنه عمر هذا عمر فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان عمرا فأذن له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وراح له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر راح لين عنده بدون خيل بدون شي برجله فعمر المشرك كذا على الخيل وجالس ويطالع في واحد جيله من بعيد بدون خيل بدون شي وكذا متلثم أو لابس قناع فسألوا من أنت؟ قدام قال له أنا علي بن أبي طالب وعمر المشرك هذا كان يعرف علي بن أبي طالب ويعرف أبوه ما هم أيام زمان الجاهلية في قريش كانوا عايشين مع بعض وأغلبهم يعرفوا بعض فرد عليه عمر من فوق الحصان قال له غيرك يا علي غيرك يا ابن أخي عمر هذا كان يعرف أبوه قال له طلع لي أحد غيرك من أعمامك من أخوالك أي أحد طلع لي أي أحد إلا أنت ما بتضارب معاك فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتها وقال له أنا ما أكره أنه أبوك ينقهر عليك مو فارق معايا أوبا بدلك شك يا أخوان عصب عمر على الكلمة هذه وبدأت المبارزة جاء له عمر المشرك وفعين وشرار جاء له معصب يبني يكتل علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب واقف وقفة شجاع وقفة رجل وبدأت المبارزة حتى أنه من قوة المبارزة اللي صارت التراب طار في الجو الصحابة صاروا ما هم شايفين المعركة من فاز من خسر ويقال من قوة عمر هذا المشرك بعد الصحابة قالوا خلاص مات علي بن أبي طالب بدأوا يجهزوا كفنوا كمان أكيد راح يضارب مع عمر أكيد راح يموت لكن فجأة يعلو في المكان صوت تكبير الله أكبر الله أكبر فجأة من وسط التراب يطلع لهم علي بن أبي طالب عايش بعد ما قتل عمر يا ساتر يلقوا كدر يقتل عمر المشرك اللي يهابو العرب حتى يقالوا إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاي بعد ما قتل عمر فرحوا وسألوا ليش ما أخذ درعه درعه كان درع عمره كان يسوى كثير فرد علي علي بن أبي طالب قال إنه لما ضربوا وطاحوا مات أن كشفت عورته فما رضي علي بن أبي طالب من أدبه إنه ينظر في عورة شخص ميت فغطى عورته بالدرع بدل ما ياخذ الدرع معاه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا أخوان القصة دي عظمة على عظمة وقسم بالله مو طبيعي اللي قاعد يصير في قصتنا اليوم المسلمين عملوا جرينتة مو طبيعية في هذه الحرب على عكس المشركين اللي مو عارفين إيش يسووا وفقدوا عمرا اللي هو واحد من كبار العرب من كبار مقاتليهم ولا هم قادرين يدخلوا المدينة ولا هم عارفين إيش قادروا يطالعوا كذا في المسلمين عارفين كذا المشركين قادرين يطالعوا كذا في الخندق يطالعوا في المدينة يحاولوا يطالعوا في المسلمين مو عارفين إيش يسووا إيش حيسووا يعني خندق أملاق والله إبرافوا على سلمان الفارسي رضي الله عنها الفكرة العبقرية فالمشركين خيموا جنب المدينة قدام الخندق ولا عندهم خطة ولا استراتيجية ولا شيء خيموا وقعدوا كم ليلة ففي آخر الليل الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الريح والبرد أرسل عليهم ريح شديدة وبرد قارس المشركين جاييني حاربوا عشر آلاف واحد جاييني حاربوا يوم يومين يمسح المدينة ويرجعوا ما هم مستعدين يخيموا ويقعدوا كم يوم وخندقوا مو عارفين ايش يسووا يقول لك من شدة البرد ومن شدة الريح خيامهم قاعدت تطير الخيام صارت تطير على النيران اللي هم مولعينها وصارت تحترك أتبهدلوا المشركين أتبهدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يعني لما جوكم المشركين عشر آلاف واحد من المقاتلين جاييني بيقتلوكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله سبحانه وتعالى كان شايفكم وإنتوا تحفروا الخندق وشايفكم وإنتوا بتناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنصروا الإسلام فالله سبحانه وتعالى أرسل جنودا لم يروها أرسل الملايكة وأرسل الريح بهدلتهم بهدلة مو طبيعية لدرجة أنهم هربوا المشركين وقتها خلاص ما قدروا يستحملوا وانسحبوا من المعركة وخسروا وانتصروا المسلمين في هذه المعركة وما رجعوا بيوتهم إلا بعد ما تأكدوا أن المشركين فروا ونجحت خطة الخندق وانتصروا في غزوة الأحزاب الأحزاب اللي تكاتلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وفاس فريقا يا أخوان وزنا الحمد لله لك يا رب الحمد لله لك يا رب قصة جميلة جدا وهذه القصة توريك أنه المسلمين كان عندهم دهاء كان عندهم حنكة في الحروب والحروب والمعارك كثير حنجيها في قصصنا إن شاء الله لأيام الجاية استمتعتم قصتنا لليوم لايك يا جماعة الخير ببلاش واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس إذا ما أنتم مفاعلينه واشوفكم إن شاء الله بكرة في قصة جديدة على خير انا عمر عبد الرحمن سلام عليكم